جدل واسع أثاره موعد الانسحاب الأمريكي من العراق المقرر نهاية العام الحالي إذ ثم تبون شاسع بين ما تريده واشنطن وما تريده حكومة بغداد وإيران اختلاف جعل هذا الموعد بحسب المراقبين مجرد أعلان صوري لتخفيف الضغط عن حكومة بغداد التي اتفقت مع واشنطن في السادس والعشرين من تموز الماضي على انسحاب جميع القوات القتالية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بحلول نهاية عام 2021 لتسبق الحكومة الحالية ذلك بأعلانها في كانون الأول الحالي انهاء المهام القتالية للتحالف الدولي بشكل رسمي إلا أن مسؤولين أمريكيين نفوا الانسحاب الكلي من العراق وصفين ذلك بالأعلان الدعائي مؤكدين أن واشنطن ستحتفظ بنحو 2500 جندية لتخديم مهام المشورة والتدريب والدعم الاستخباراتي للقوات الحكومية وما يعزز ذلك تأكيد المراقبين أن جميع المعطيات تشير إلى بقاء القوات الأمريكية القتالية في قاعدة عين الأسد في الأنبار ولسيما أنها بدأت عمليات توسيعا لمركز معلومات داخل القاعدة بحسب مصادر أمنية هذا فضلا عن انتشارها في بعض القواعد الموجودة شمال العراق بالتزامن مع حديث الإدارة الأمريكية من أن العام المقبل سيشهد تصعيدا باستهداف القوات الأمريكية من جانب إيران عن طريق أذرعها الميليشيوية والحزبية في العراق تزامنا مع ذكرى مقتل سليماني التي تهيئ لها الميليشيات وضع يشي بوضوح إلى أن العراق بفضل حكوماته المتعاقبة بعد عام 2003 تحول إلى ساحة صراع الرئيسة بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 فأصبح الصراع الأمريكي الإيراني جليا بتعرض القوات العسكرية الأمريكية إلى هجمات متكررة منذ ذلك الوقت عبر طائرات مسيرة محملة بمتفجرات وصواريخ تتهم واشنطن ميليشيات موالية لإيران بالوقوف وراءها لتواجه الحكومة الحالية بذلك ضغوطا كبيرة تمارسها أحزاب وميليشيات موالية لإيران لإخراج القوات الأمريكية من البلاد ولسيما عقب ضربة جوية أمريكية مطلعة عام 2020 أفضت إلى مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس ميليشيا الحجد أبو مهد المهندس ترجمة نانسي قنقر